لقد فطر الله عبادة على حب التقرب إليه بالقرابين قال تعالى ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكر اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام من هذه المناسك الأضحية وهي من شعائر الإسلام الظاهرة وسننه المؤكدة ويبدأ وقتها من بعد صلاة العيد وينتهي بغروب شمس ثالث أيام التشريق ولا تصح الأضحية إلا ببهيمة الأنعام الإبل والبقر والغنم فلا تصح بالدجاج ولا الأرانب ولا الغزلان وغيرها ويسن أن تكون حسنة سمينة وبه فسر قوله تعالى ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب ولا بد أن تبلغ الأضحية السن المعتبر شرعا وهو في الإبل خمس سنين وفي البقر سنتان وفي المعز سنة وفي الضأن نصف سنة ولا تجزئ التضحية بما دون السن المعتبر ولو كانت سمينة ولا تجزئ العوراء البيّن عورها ولا المريضة البيّن مرضها ولا العرجاء البيّن عرجها ولا العجفاء وهي شديدة الهزال وأما عيب الأذن والقرن والذيل فيكره ولكن لا يمنع الإجزاء فاحرص على استحسان أضحيتك وسلامتها من كل عيب واعلم أن القبول ملازم للتقوى قال تعالى إنما يتقبل الله من المتقين